السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللايف وبتمنى يكون طبعا الجميع بخير وسعادة وإن شاء الله تتحقق جميع أمانيكم وإنكم تكونوا دائما سعداء يعني خاليين من الاكتئاب والأحزان والقلق وما إلى ذلك من الأوضاع الاجتماعية الصعبة والقلق النفسي والاكتاب أكثر للأسف يعني أنا ليش بتكلم يا جماعة أنه ربنا يعني إن شاء الله يسترها معكم ودائما تكونوا سعداء لأنه كثير من الأسئلة اللي بتأتي لي أنه أنا قلق أنا حزين أنا يعني ما في عندي طريق للسعادة أنا إنسان يعني دائما حزين كثير هذه الأسئلة للأسف يعني دائما أنا ببدل فيها جهد وقت كبير لأنه أنا يعني فعلا أراها مشكلة كبيرة عشان هيك أنا دائما في بستاتي في منشوراتي في يعني أمور كثيرة بحاول أنه دائما نحكي عن موضوع الإحباط والاكتاب وكيف أنه أنا أتغلب عليه تمام يا جماعة لأنه هذا يعني وجهت فيه شريحة كبيرة ممن يعانون من ذلك وللأسف الكثير بل يعني أنه أغلب أغلب يعني فئاتنا صراحة العربي خصوصا الشباب الشباب يعني الكثير منهم يعني ما يعاني من هذا الإحباط والاكتاب بسبب الظروف الاقتصادية يعني والسياسية وقلة فرص العمل وقلة الأرزاق وصراحة الصعبات اللي بتوجههم في بلدانهم والقوانين كمان اللي بتقف ضدهم هذه عوائق كثيرة جدا إن شاء الله يعني من خلال المحتوى الناجع والمفيد في تن مينس إحنا نتغلب على ذلك طيب إحنا يعني الآن أحبين إحنا وعليكم السلام ورحمة الله طبعا نشارك بعض الأسئلة بعض النقاشات الجماعة وبعض الحدايا والمفاجآت اللي أنا إن شاء الله مخبيها لعائلة تن مينس بإذن الله تعالى طيب خلينا إحنا ناخذ بعض الأسئلة يعني أنا هذا بشكل خلينا نقول إنه إحنا مش مفاجئ لأننا أعلنت عنه في الستوري ولكن إنه إحنا ناخذ بعض الأسئلة جماعة وندردش مع بعض لأنه هذا مش يعني لايف مخطط لهم تمام خلينا أخذ السؤال الأول إزاي أعرف الحاجات اللي بحبها وأحدد هدفي لا أعرفها أصلا طيب يا روان خلينا أحكي لك إنه الحاجات اللي الإنسان بحبها أو الأهداف لازم أول شيء تعرف أنت في يعني وقت فراغك أين يذهب أنت وين بتقضي وقت الفراغ؟ هل أنت بتقضيه في جيمز؟ هل أنت بتقضيه في مشاهدة مسلسلات؟ هل أنت بتقضيه في قراءة مثلا في كتابة مقالات؟ وهكذا شوف أنت الشيء اللي أنت بتقضيه في وقت الفراغ الكبير وحاول أنك تعملي بعض التساؤلات هل أنا هذا الشيء بحب وهل بميل له؟ هل أنا برغب أني أكون يعني من المنخرطين في هذا المجال؟ هذه الأشياء يعني والأسئلة والتساؤلات بتخليني أعرف هل أنا ميال لهذا الشيء أو لهذا المجال أني أتقنه أم لا؟ بحيث أنه يكون يعني بزنس خاص بيه أو يكون مهنة أو يكون مهارة أتقنها وهكذا أني أشتغل فيها تمام؟ طيب موضوع الأهداف يرون بشكل سريع أنه يحكي أنه لازم أنا يكون عندي هدف يعني خلوقهم يكون هدف سنوي أو لثلاث سنوات أو لخمس سنوات الهدف أنا بصيغه مثلا الآن أنا عندي مثلا 2022 هنا يمكن ما بعرف إذا أنت بتابع معنا قناة 10 minutes إحنا طبعا أدرجنا في فيديوهات عن وضع الخطة السنوية كيف أنا أضع أهداف لسنتي فحكينا دائما أنه أنا خلال العام أنا بصيغ مثلا من ثلاث لأربع أهداف وأنا حكيت للناس اللي مش متعودة على التخطيط طبع فقط هدفين والهدف الأول يكون في الستة شهر أولى والهدف الثاني في الستة الشهور التالية ليش؟ أنه دائما أنا تحقيق الأهداف وتنفيذها على التوالي أفضل من التوازي هذا كلام أنا دائما بحكيه وبيخليك ليش؟ لو بيخليك دائما مركز دائما يخليك مش مشتت دائما يخليك مش مضيع للوقت بالتالي أنت مركز على هدف واحدة على تاسق واحدة فبالتالي دائما يا جماعة تركيز هذا يعني سلاح ناجع وفعال في تنفيذ الأنشطة والأهداف والإنجاز المهام فبحكيه لك دائما خلي هدفك يعني على قاعدة إصمات زي ما حكينا محدد وواضح مقاصب الزمن وخلينا أقول لك هذا مش يعني قانون يعني أنت ممكن أن يكون فليكسبيل خلي فيه فليكسبيلتي في الأمور خلي فيه يعني نوع منها البحبوحة لكي أنك يعني يسهل عليك تحقيق الأهداف أتمنى أن يكون جوبتك يعني طبعا هذه إجابة سريعة مش طويلة أو مفصلة تمام أنا يعني بحكي لك أنه راجع قناة تنمس فيه كثير عن وضع الأهداف كيف أضع هدفي وشو ميزات الهدف وخصائصه وشو كيف أعرف شغفه كيف أعرف ميور وهكذا أشياء كثير أنا بحكي فيها وعليكم السلام يا بونمو طيب خلينا أشوف إذا فيه جماعة أسئلة ممكن تباتلها على الخاص أو هنا في التعليقات طيب نشوف أي أسئلة طيب إيش نصيحتك إذا بدي أفتح متجر إلى جانب عملي كمصمم من جرافيك والله يشوف يا أم آتش هذا يعني مهمة جدا مهمة جدا أنه شو مهم جدا مش تفتح متجر يا أم حمود مهم أنه أنت تعبر عن المنتجات اللي أنت بتصنعها أو بتنتجها تمام يعني أنت كمصمم من جرافيك لازم يكون إليك مثلا تمام بليتفورم أو منصة أو حساب على الإنسجرام مثلا أو حساب على فيسبوك أو أكاونت أي كان ممكن موقع يعني خلينا نقول لك اليوم خصوصا المصممين والمصورين ما بينفع أنه ما يكون عندهم موقع تمام أو يعني متجر خلينا أحكي لك وردي بريس مثلا على الأقل تمام شوف يعني مثلا الناس في مستقل أو مثلا في فيفا أو ما إلى ذلك يعني ممكن يعمل لك الموقع هذا بتكلفة بسيطة وتبدأ منه تمام خلي بالك ما تحاول أنه أنت اليوم تنفق الكثير على موضوع أنه أنت تنشئ متجر تمام لأنه ممكن بدك دومين وبدك مثلا مصممين وبرمجين وكودينج ومصمم أنه يصمم لك مثلا وهكذا فممكن أن تدفع بعض التكاليم لكن أنا بحكي لك ممكن أنت تبدأ حاجة مجانية يعني مثلا تعمل أكاونت على انستجرام تفتح ماركت بليس تعمل أي شيء وبعد ذلك تمشي في الأمور تمام وتعرض يعني عن تصميماتك وأعمالك والإغرافك اللي أنت بتعمله على مثلا حسابات على ناس تجار مثلا على ناس مصممين على ناس مؤثرين إفلوانسا وتعرض عن أعمالك ويبدوا يشتروه منك لأن إذا أنت نجحت في البداية في الخطوة الأولى أنت أسست نفسك بأكاونت مجاني تمام فري بعد ذلك أنه لو أنت صار عندك مبيعات على تصميماتك ممكن بعدك تفتح مسجر إلكتروني مرتب واحترافي وتبدأ يا أم أتش أنه أنت تشتغل شغل مرتب واحتراف تمام وتبيع والله واي واي أنا مش دكتور أنا مهندس وين كانت الألقاب يعني ما شرط أنا أخوك يوسف يعني أتبرني طيب الآن أنا بفتش عن أسئلة طيب إزاي أعرف هدفي في الحياة والحاجة اللي بحبها روان أنا جوابتك على هذا السؤال تمام دابوي أنا ما بعرف دابوي شو سؤالك ممكن تريد سؤالك يا دابوي طيب طيب أم أتش بيسأل سؤالي جماعة كيف ألتزم على عمل إذا كنت كثير المماطلة شوف يا أم أتش أنا بصراحة من تجربتي من تجربتي الشخصية أنه الالتزام هو يعتبر أساس النجاح والقاعدة الأساسية لأي نجاح أنت بتنطلق منه خلينا أخيلك أنه أغلب رواد الأعمال والناجحين والأثرياء والبليونيرز هذول الناس فيهم صفة يعني واحدة ومشتركة يعني جميع الناجحين وجميع البليونيرز وجميع الناس اللي حققت أهداف على مستوى عالمي كبير هذول صفة الالتزام دائما مشتركة بينهم هي الصفة اللي فعلا أنا وجدت من قراءة إلى الكتب قراءة إلى الناس هذول هم بالتزم ودائما عندهم صفة الالتزام هي يعني كالصخرة كالقاعدة الأساسية تمام أي نجاح أي إنسان يود نجاحاته لازم يلتزم بصفة الالتزام طيب إذن اتفقنا على أن صفة الالتزام هي من الصفات اللي هي بتخليك منطلق نحو النجاح يعني ليش لأنه هذه يا جماعة أنه بتخليك إذا أنت زهقان لازم تشتغل إذا أنت فرحان لازم تشتغل إذا أنت سعيد لازم تشتغل إذا أنت مثلا وراك وظائف كثير لازم تشتغل وإلى خلال إذا الالتزام هو من أسس النجاح الكل يعني يعترف بي ذلك طيب المماطلة الشقة الثانية من السؤال خلينا أحكي لك إنه موضوع المماطلة مش لوحدك يا ماتش هذا موضوع المماطلة يعني يعني يعاني منه الجميع تمام وهذا حرب بيننا وبين أنفسنا من النفس الكسولة اللي بتميل إلى الراحة يعني طبيعة النفس يا ماتش تميل إلى الراحة والكسل وإنه مثلا يجاهش شيء على الجاهز وإنه أنت تاخذ المعلومة على الجاهز وإنه أنت مثلا تجيك فلوس على الجاهز تمام هذه طبيعة الإنسان على الفطرة أنه بحب كل شيء على الجاهز ولكن خلي أحكي لك من الأشياء اللي حتساعدك أنه أنت يعني تكسر موضوع المماطلة دائما يأم أتش خليك واعي للشيء اللي أنت بدك تسوي يعني مثلا أنا بحكي والله إذا أنا قمت بهذا النشاط هيكون عندي مكافأة كذا تمام أنا لو كتبت الواجب هيكون عندي فنجان قهوة مثلا كذا أنا والله إذا اشتغلت في شغلي في وظيفتي هتصفح سوشيال ميديا ساعة تمام يعني اغطي نفسك مكافآت على التاسك اللي أنت بتشتغلها كل النشاطات يا أم أتش ارفقها دائما بمكافأة لنفسك ليش؟ بتكون أنت متشوق لتنفيذ هذا الهدف أو لتنفيذ هذا النشاط هذه مهمة جدا تكنيكس نفسية أنت اليوم الحاجز نفسي بمثلك مشكلة يا أم أتش فإذا كسرت الحاجز نفسي أنت تغلبت عليه فأنت أنجسم مهمة أوكي؟ هذه مهمة جدا طيب اثنين كثير المماطلة دائما اعمل يا أم أتش تو دو لست اعمل تو دو لست لنفسك ودائما التزم بها يعني أنا قبل بيوم يا أم أتش شو بعمل؟ بقول شو بدي نفذ غدا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة الآن أنا رسمت العقلي وبرمجت عقلي هنا الباطن أنه أنا بدعمها مثلا ست مهام بالتالي مش حرتاح لما نفس ست مهام فأنت ثاني يوم تيجي للتو دو لست أو حتى لو ما شفتها ثاني يوم مباشرة أنت بيجيك وعي العقل للباطن بذكرك أنه أنت في عندك مهام أنت مبرح يعني جدولتها لازم تنفذها أوكي؟ هذا مهمة جدا تو دو لست وبعدين خلينا أحكي لك دائما دائما خليك أنه أنه أنت ماشي بالتايم منجمت يعني اعمل لنفسك طيب مجمت كويسة يعني خليه أقول لك ماش دقيقة تسين بالمية ومية بالمية وتعمل لي فيها أنت يعني بالثانية لا يعني حاول أنه أنت مثلا من الظهر للعصر شو هعمل من الفجر للظهر شو هساوي من العصر للمغرب يعني وما تخليك خليه أقول لك دقيقة زادة عن اللازم لا يعني أعمل رينج هيك للوقت أنه شو بدي أعمل في هذا الوقت شو بدي أعمل في هذا الوقت تمام؟ هذا مهمة جدا لو أنت حطيت شو بدك تساوي هذه الأشياء رائعة جدا تمام؟ هذا خلت لك يعني أقل مماطلة خليه أحكي لك هذه مش أدوات سحرية هذه بدأ تمرس وتدريب يا أم أتش مش في يوم وفي ليلة أنت بتكسر حاجز المماطلة أنا بعاني من المماطلة نفسي الآن في بعض الأشياء أوكي؟ إذا مش في يوم وفي ليلة بدأ تمرين تدرب يعني حاول يعني مرة على مرة حب تتحسن بإذن الله تعالى تمام؟ طيب شو في سؤال؟ طيب روان؟ إزاي أقدر أكمل؟ كنت بحب الكتب أوي وبحث وأبحث عنها وكورسات وبعد كده حسيت إن كلي ده ملوش ملوش وبقيت مش قدرة طيب يا روان هو شوفي يعني بدي أحكي لك شغل أول شيء أنت سألتين قبل شوية سؤال كيف أحدد الهدف؟ كيف بدي أعرف أهدافك؟ كيف كيف؟ يعني هي المشكلة وين؟ إنه أنا لما أقرأ كتب أو لما مثلا أخذ دورة تدريبية ما الهدف من وراء أخذ الدورة التدريبية؟ لازم أنت تضعي هدف تمام؟ لازم تضعي مثلا تاسك معينة لازم أنت تضعي نتيجة معينة لأي شيء أنت بدك تفعليه ولأنه يعني ما بصير هناك شغف للشيء اللي أنت بتحبي تمرسيه يعني أنا مثلا ما كنت أحب القراءة أو ما كنت مثلا يعني أخذ الكورسيز ولما كنت أخذ الكورسيز يعني كنت أمل وكان يعني يجيني نوع من يعني نوبات التراجع وإني أرجع للماضي ولمنطقة الروحة الخاصة بي وإلى ذلك فأنا بالتالي حاولت أنه دائما أشوف نتائج بدي أحققها تمام؟ يعني مثلا لو أنا أخذ يعني مثلا أضرب لك مثال أنا كنت مثلا عندي دورة تايبينغ كتابة تمام؟ كنت أتدرب في اليوم مثلا أحيانا ساعة أو ساعة ونص ساعة لكن في الآخر مليت تمام؟ وصار عندي نوع من الملل فبالتالي ما الحل اللي وجدته؟ السحر الخطوة الصغيرة يعني كيف؟ صرت مثلا أعمل خمس دقاق يوميا صباحا تمام؟ إني أعمل طيب أدرب نفسي فبالتالي أصبحت كل يوم خمس دقاق عشر دقاق خمس عشر تمام؟ خطوة صغيرة واحدة هذه بتخليك دائما تكملي في الطريق تمام؟ يعني ما تخلي نفسك أنه أنت والله أنا أبدأ أصير بروفشنال أنا بدي مثلا أخترق الدنيا أنا أبدأ أصير سوبرمان لا اعملي خطوات بسيطة صغيرة طبعا هذه طبيعة مشاعرنا النفسية أنه يكون في عندنا ملال في عندنا يكون مثلا والله أنا تعبت أنا مثلا سي عندي نوع من يعني الأمور اللي ممكن تحسك بنوع من يعني ما بدي أمارس هذا الشيء فأنت أنا بقول لك بالراحة نفسك حدد أهداف حدد النتائج أنت بديك تحقيقيها خطوة كايزل صغيرة إن شاء الله حتحقي ولكن خلينا أحكي لك يعني حدد أهداف وحدد النتيجة اللي بديك أنت تصل إليها هيكون عندك من وقود وتحريز أكثر لأنه دائما أنا بقول السيارة بتحتاج بنزين تمام؟ عشان تمشي والإنسان برضو منه بيحتاج إلى هدف يعيش من أجله إذا أنت ما عشت لقضية ولهدف واضح تمام ومحدد ونتيجة تسعين للوصول إليها مش هيكون أي نتيجة مش هتكمل أوكي؟ يعني هذه هيك بشكل سريع طيب نشوف سؤال تاني يا جماعة من لديه أسئلة من هنا لي لازال يدرس طيب نشوف أسئلة تانية من يريد أن نسأل سؤال يا جماعة في مواضيع البزنس يعني اللي بنحكي فيها أو في مواضيع تطوير الذات لو شاء أم فاطمة شوفي يا أم فاطمة أنا كيف ممكن أتعلم البرمجة أم فاطمة بتسعين شوفي يا أم فاطمة هي بصراحة أنا لست خبير في موضوع البرمجة وليس لي يعني بصراحة معرفة أو خبرة طويلة لكن أنا عندي موقع وورد بريس مثلا تمام من أجمل الأشياء اللي أنت فعلا فعلا أني ممكن تنجح بها موضوع البرمجة لو كان البزنس الخاص بك فيه نوع من البرمج أو المعرفة البرمجية طيب أضرب لك أكبر مثال أنه مارك زوكربيرج يعني مؤسس الفيسبوك هو يعني قصة الفيسبوك هي أصلا من وين أتات أنه هو مبرمج فبرمج موقع التعارف الاجتماعي فشوف كيف اليوم الفيسبوك عمل حاجة مخيفة في العالم تمام مارك وهو مبرمج بالأصل تمام يعني هذه لو أنت أتقنتها مهنة البرمجة أو مهارة البرمجة ممكن يعني تصيري شيء خرافي تمام أنا بنصحك يعني يا أم فاطمة أنه شوفي أنت المواقع المتخصصة اللي ممكن تقيك كورسز أونلاين تمام في مواقع زي كورسيرا جوجل يودومي 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 خلي بالك يودومي موقع رائع جدا فيه كورسات مدفوعة مثلا 7 دولار 10 دولار بتعلمك البرمجة على أصولها وناس يعني عالميين بيعطوك هذا الكورس وبتقدر تنتفع منهم بأسعار رمزية بسيطة وإن شاء الله يعني بتمنى لك التوفيق طيب نشوف أسئلة أخرى السلام عليكم كيف ننظم وقتنا عندي عندي مس طيب أنا بكثبت بتبقي من سؤالك يا برشد لكن كيف ننظم الوقت شوف يا أعطيك نصيحة مهمة جدا نصيحتي خلينا أعطيك تمام يا بر اعمل فيهم لو أنت عملتهم هذه تعتبر خطة أولى لتنظيم وقتك ولكن أمل بشغلتين هدول تمام الأولى أنه أنت لازم تشغل مصفوفة الأولويات يعني تشوف في حياتك في حياتك كلها شو الهام والعاجل وشو الهام والغير عاجل وشو أيضا الغير هام والعاجل وشو الغير هام وغير عاجل تمام يعني ننظم مهامك اليومية تمام على هذه المصفوفة والله يشوف إيش النشاط يعني مثلا أنا والله بتصفح السوشيال ميدا سبع ساعات في اليوم تمام إذن هذا يعتبر أصبح نشاط غير هام وغير عاجل إذن لا داعي منه طبعا أنا شو أعمل الصفح يخص السوشيال ميدا نصف ساعة ساعة هيك بتصير يعني أنت في المعقول وهكذا يعني دائما برمج نشاطاتك اليومية اللي بتنفذها على هذه المصفوفة وشوف شوف المهم إلك واللي انت بحاجة له هيك انت حتخلي بعض أو كثير من المهم اللي انت يعني بتأديها بالضيئة وقتك انه بعديك تتجنبها أوكي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بحكي لك شيء مهم في تنظيم الوقت حاول تنظم وقتك على مين على فترات الصلاة يا بر تمام بررشيد هذه أكبر يعني هدية لنا يا جماعة انه انت من الظهر للعصر فترة كاملة شو بدك تعمل من العصر للمغرب تمام من المغرب اللي شيء مثلا من بعض الأشياء يعني أنا كثير بحاول اني دائما دائما الحمد لله بنظم وقتك على هذا الأساس اني بكسب أول شيء اني أدي صلاة بوقتها واني يكون عندي رينج مهم فترة اني مثلا من العصر المغرب أعمل كذا من الظهر للعصر أعمل كذا هذه من أروى يا جماعة والله أدوات تنظيم الوقت أنا كنت يعني أنا سمعتها قبل اللي قرأتها وشوفت ناس بنفذوها لكن ما كنت أو علاها كنت أعمل كذا انه والله جدول زمني من العاشرة للساعة 12 من 12 إلى 22 وهكذا فرأيت انه من أجمل وأمتع وسائل تنظيم الوقت انه انت تنظم على فترات الصلاة طيب خلينا أخذ سؤال تاني أشرف يسأل سؤالي جماعة جزاك الأخي أنا لدي هدف الحياة لكن صعب المنال وأواجه مشكلة في رسم طريق وصول لهدفي شوف يا أشرف فيش هدف صعب المنال إلا إذا انت خلته صعب هذه المفروغة منها تمام ما فيش حاجة صعبة انت اللي صعبت على نفسك وتخيلت أنه هذا الهدف صعب شوف يعني قيل أنه الإنسان لو أنه أراد هدم جبل بنفسه لهدمه تمام الإنسان إرادة الإنسان يعني تحدي مع نفسك ما بيفعل تقول لي أنا ما قدرت ما فيه هدف أنه صعب المنال تمام خلينا أقول لك أنه أي هدف أنت بتركز عليه وعايش من أجله وإنت دائماً مساهل كل الموارد لخدمة هذا الهدف ومسخر وقتك ومسخر الناس اللي حواليك أنه ميساعدوك في خدمة هذا الهدف والله لا تحققه بس أنت خليك مصمم خلي عندك من الإرادة والالتزام صفة الالتزام والاستمرارية والمرونة من أهم الصفات لتحقيق أي هدف تمام لكن أنا بحكي لك عشان أنت خلينا نحكي حاجة عملية أنه أنت جزء هدفك يا أشرف إلى أهدف فرعية جزئية يعني مثلاً أنا عندي هدف تمام جزأته على سنة كاملة كيف يعني الهدف قسمته إلى أربعة أرباع يعني كل ثلاثة شهر أنا بنفذ تاسك معينة تخدم في تحقيق الهدف اللي أنا بنشد من أجله يا أشرف أوكي إذن قسم هدفك وزعه على سنة كاملة مثلاً أو على خمس سنوات ثم أيضاً يبدأ بخطوات صغيرة هذه الخطوات الصغيرة تخدم هدفك تحقيق هدفك هذه الأشياء هي من الحاجات اللي بتكسر صعوبة هذا الأدف أو الجليد الخاص بهذا الأدف تمام يا أشرف؟ هذه نصيحة على يعني بشكل سريع طيب نشوف سؤال آخر طيب أنا روان ما بعرف سألت إزا أقدر أكمل كنت بهب الكتب آ طيب إحنا جاوبناك يا روان واضحة الإجابة أعتقد لك واضحة طيب دابوي شوفي يا دابوي موضوع أنه كيف أزيد من التركيز في الدراسة موضوع الدراسة أول شيء بدك يا دابوي أنا خليني لما أنصحك نصائح أنا ممكن أجهل لك نصائح عامة لكن أول نصيحة بأجهل إليك أول حاجة أول شيء قيم نفسك أين يضيع الوقت اللي أنت محص للدراسة وين بتضيع وقتك تمام؟ طيب إيش حتعمل جو برقة بيضاء واسأل نفسك أين يضيع وقتي تمام؟ اكتب لي مثلا أقل لشي سبعة شغلات يا دابوي حتجد ما تقول لي مش حجد أو ما بعرف أو كذا لا أنت حتكون قادر على التحديد إذا حدد لي سبعة أشياء بالضيع من وقتك وتفقدك التركيز أوكي؟ هذه مهمة جدا إذا لازم أعرف أنا وين وقتي بروح أو أين يضيع هذا من أهم الأشياء اثنين لازم أيضا خلينا أحكي لك المشتتات مضيئات الوقت هذه لازم تتخلص منها تماما يعني وقت الدراسة ابعد الموبايل من جنبك ابعد مصادر السوشيال ميديا من جنبك يخليك في مركز في مكان فيه تركيز عالي ما تسمح لنفسك أنه هي يعني تستخدم أي الأشياء قد تكون ملهية تمام؟ خلي بالك هذا مهم جدا لأنه كثير من الناس يعني قل وجه لنصائح للأسف المشكلة وين؟ ما بيصبع نصائح أو ما بيطبقوها إذا أنت ما طبقت معك السنصائح إلى ترجمة عملية مش هتستفيد من هذه النصائح تماما يا صديق العزيز يعني هذه الشغلتين لو أنت يعني اشتغلت عليه هتلاقي وقت كبير جدا يعني مثال ذلك أنا مثلا عندما أمارس عملي البزنس الجانبي تمام؟ أنا أحاول يعني لي مكان خاص أو مستأجر مكان يعني بكوست بسيطة جدا أمارس فيه العمل الجانبي أنا مستأجره ليش؟ لأنني أبعد عن العائلة وأبعد عن يعني ما يشغلني وما يلهين فبالتالي أجد وقت أركز فيه تمام؟ هذا أضرب لك مثالي يعني أنا لأنني أنا وجدت مثلا في بعض الانشغال لما أنا بكون بجانب العائلة طيب مارينا معلومات عن الضيافة الجوية بعد الثانوية العامة من فضلك والله أنا ما بعرف إيش قصدك في الضيافة الجوية يا مارينا فسامحيني على هذا السؤال أنا ما فهمت سؤالك يعني الضيافة الجوية طيب أنا من الجزائر أدرس بالمدرسة العليل لدارة الأعمال كيف أبني مستقبلي لا أعلم كيف أبدأ ممكن نصيحها طيب شوف يا أبو موسى أبو موسى أعتقد طيب أول شغلة أنت يعني بتشتغل أو بتدرس موضوع إدارة الأعمال تمام؟ موضوع إدارة الأعمال هو موضوع جميل ورائع وفيه تنوع في المجالات وممكن تتقن أشياء كثيرة أوكي؟ أول حاجة بدك يعني أنت تشوف أنت شو شغفك يعني شو شو أنت ميال شو أنت بتحب تمام؟ وبعدين هذا الشيء اللي أنت بتحبه هل هو يتقاطع من المجال اللي أنت بتدرسه شوف المجال اللي أنت بتدرسه صديقي وحاول أنه أنت اليوم تتبنى المجال وإنت بتحب هذا المجال يعني تمام؟ يعني مثلا المهارات أو الهويات أو الوقت اللي أنت بتشغله تمام؟ وشوف المجال اللي أنت موجود وحاول أنه تتعمل التقاطع وتبني مثلا مهارة تمام؟ مهارة معينة تكسبك بزنس من وراء هذا الشيء تمام صديقي؟ يعني هذا مهم جدا أوكي؟ فلازم من الضروري أنه أنت تشوف المجالات اللي فيها إدارة الأعمال والهويات والشغف اللي أنت بتحبه وتشوف نقطة التقاطع أين؟ وتبدأ منها بتنمية مهارة معينة وتبدأ منها في بناء بزنس معين خلي بالك هذه الأمور يعني مهمة جدا في خصوص من بداية حياتك لازم تعرف أنه أنت تستثمر المجال اللي أنت بتدرسه في أنه أنت تعمل بزنس خاص بك أو أنه أنت تتعلم مهارة وتطورها على مدى الزمن تمام؟ هذه من الأشياء المهمة اللي أنت ممكن يعني يعني تستعين فيها الفكرة هذه تمام يا صديقي؟ طيب في عبد بيسأل سؤالي يا جماعة مهمة كتير طيب أنا في عندي شخص يطلب الظهور في الفيديو البث المباشر بس أنا ممكن يا حسن أعتقد أنه تضيف أنت سؤالك يعني لأنه أنا الوقت ضيق عندنا يعني تمام بدنا نحاول نأخذ أكبر قدر من الأسل الضيف لسؤالك لو سمعت في تعليقات كيف نعمل بالتجارة الالكترونية؟ شوف يا عبد أنا في عندي فيديو رائع يعني بعض الفيديوات القصيرة بتكلم عن تجارة الالكترونية التجارة الالكترونية هي من أعظم اليوم المجالات ومن أكثرها إدرارا للدخل وللأرباح ومن يطرق هذا المجال وينجح فيه ربما يصل إلى يعني العالمية تمام؟ هذا يعني الشيء أثبت أثبت عمليا وزي ما أنتم شايفين اليوم اللي بتصدر قائمة الأثرياء العالم هم اللي بتشغل في التجارة الالكترونية جماعة تمام؟ طيب أنت يعني يا عبد كيف ممكن تبدأ فيه؟ أول شيء يا عبد بدك مثلا تشوف لك عندك حساب عن ستجرام حساب على فيسبوك مثلا يعني بعض الحسابات اللي ممكن أنت تضع فيها منتجاتك الرقمية وبعد ذلك ممكن اتبيع هذه المنتجات الرقمية هذي مثلا نوع أو فرم من أفرق التجارة الإلكترونية طيب شق ثاني ممكن أنت مثلا يكون عندك بلايت تورم بسيطة تمام؟ حساب يا عبد تمام؟ وتضع فيه مثلا بعض المنتجات الرقمية مثلا أو المنتجات ممكن تبعى من موقع علي إكسيبرس وهذا تحط على بلايت تورم الخاصة بك تمام؟ وأي مبيعات بتصير على هذه المنتجات أنت حتكسب منها لأ أنت طبعا هذا الكلام اللي بيقوم في علي إكسيبرس هو اللي بيقوم بالطبع بتوصيل المنتج وبيأخذ ثمن هذا المنتج وإنت بيصلك مين يا جماعة بيصلك عمولتك عمولة موضوع الموقع إلكتروني أصبحت شيء أساسي عندنا موجود أنه لازم كل شخص يكون له موقع إلكتروني أوكي طيب أنت اليوم ممكن تعمل موقع بتكلفة بسيطة وتضع عليه منتجات برضو من علي إكسيبرس وممكن منتجاتك الخاصة ممكن تتعاقد مثلا مع موردين سبلاير واجهب هذه المنتجات وإنت تعملها بيع خاص بك وممكن أنت التي تبيعها عن طريقك أو حتى تستور تشحنات من الصين ومتجات من الصين برضو وتصورها بطريقة احترافية تمام وتصممها وتضع تصميمات وعلى موقع وتصير تبيع أنت من خلال طبعا مثلا موقع عربية زي موقع سلة زي موقع على إكسبرس زي مثلا ممكن أنت تعمل حتى يعني أي موقع يعني أنت أشوف المنصة المناسبة لك والمتاحة لك يعني كثير كثير أفرع لها أنت لكن أطرق الباب حتى تعلم طيب ناخد سؤال ثاني طيب روان إزاي أعرف الحاجات اللي أنا بحبها وأحد هدفي لا أعرف أصلا طيب أنت ما بتعرف هدفك أوكي خلينا أحكي لك يا روان أنت لازم أول شي أنا بنصح تجرب أشياء كثيرة والشياء متفرع يعني ارمي نفسك وين في البحر تمام إيش معنى ارمي نفسك في البحر يعني بدك تجرب كل شي يعني حاول يعني مثلا تشتغل في مجال الكتابة في مجال أونلاين في مجال مثلا المنتاجر الرقمية في مجال مثلا السكرتير في مجال الطباعة في مجال التصميم جرب يعني جرب حاجات كثيرة جدا تمام وبعده انت شاء الله حتصلي لشغلة انت بتحبيها أو لهواية ممكن تنال عجابك خلي بالك هذه الشغلة مهمة جدا لازم تجرب أشياء كثيرة هتقول طب يعطي طريقة محددة بحكي لك حديك أنا طريقة لكن أنا بنصح بنصح يا روان لازم تجرب أشياء ومجالات كثيرة ومتفرعة لأن أنا شخصيا أنا عشت في تجربة شغلات معينة سنين وبعد ذلك يعني اكتشفت شغفي الخاص بي اللي أنا بحبه تمام يا روان لازم هذا الشيء تعرفين أنه تجربة الأشياء والمجالات المتخصة والمتفرعة هذه أكبر يعني أكبر شيء يحدد لك هدفك شو أنت بدك من الحياة طيب خلينا أعطيك وسيلة ثانية هذا يحدى الطرق الطريقة الثانية أنه بتعرف كيف شغفك وحبك وميولك أهدافك شو في نفسك أنت مثلا وانت بتصفح السوشيال ميديا وانت مثلا بتقرأي وانت مثلا بتذهبي إلى رحلات وانت مثلا بتروح سفريات وانت مثلا بتحكي تقرأي بها أو مثلا كتب تقرأي بها شو الموضع اللي هي يعني بتاخذ يعني تجذب إليك الاهتمام وتثير من ذهنك أنه يفكر أكتر في هذا الموضع تمام هذي شوف الموضع وانت تقسب نفسك تمام هاي هذا الطرق الطريقة الثالثة اذهبي للمكتبة المكتبة وشوف إيش المواضيع والمجلات مثلا والأرتيكل اللي هي بتنال عجابك إذا انت في المكتبة حطيت عينك مثلا على موضع الاقتصاد موضع التجارة موضع تنمية الذات مثلا البرمجة الحاسوب وووالآخرة انت هيك بتعرفي تمام لأنه احنا دائما ايدينا وين بتروح لمين للكتب اللي بتحبها تمام هذي أنا طعا تجربة شخصية بحكيك دائما ايدي بتروح لمين للكتب اللي بتحبها هذا مهمة جدا لأنك تكتشفي اهدافك وخلينا احكي لك اخر نصيحة شو الناس يعني لما يلجأ الناس لروان بماذا يلجأون لك تحلي مشاكلهم انا كيوسف لو بتتستشيرك حتقولي انت شوف بتفهمي باي مجال تمام شوف الناس بشو بيقصدوك انهم يحلوا مشاكلهم اعطيني نصيحة يا روان في كذا اعطيني نصيحة كذا حلي مشكلة في كذا انت هذه الاشياء انت بتقدر يتعرف فيها في ماذا انت بتنصح الناس هذا يعني بحادث لك هدفك اوكي طيب واسن تحكي سؤال اذا كنت اذا كنت حدا عندي اكثر من موهبة كيف اعرف فيها منهم اتطور والله يا شوف يا واسن انا بحكي لك شغلة اول حاجة انه انت ما بدك تذهب الى موهب كثيرة خلي بالك هذا بشتتك مضيّل الوقت مضيّل المال والجهد انا احتاج اني اركز تمام في موهبة واحدة او مهرة واحدة واعمل على تطويرها اوكي زي ما حكيت احد الاسباب ان انا ذكرتك قبل قليل او انت بركزة معنا يا واسن بحكي انه الناس بشو بيلجعو لك بشو ياخدوا نصائحك انت كيف بتحل مشاكل الناس وهكذا اوكي شو المواضع اللي انت تثير اهتمامك وتثير فضولك تسأل بها وتتعرف عليها هذه من الاشياء اللي بتحدد لك الموهبة اللي خاص بي بشو انت بارعة بشو انت بارعة يعني مثلا واحد بحكيلي انا والله بحب الرسم كتير كتير طب شو دل ما دل على ذلك انك بتلاقي مثلا تجدي انه على الفيسبوك مشارك بعض النشاطات بعض الرسومات بعض الاشياء اللي هي ممكن تكون مفيدة يعني للناس ولهو تمام هذا الشيء يعني يكون واضح يعني كل انسان ادرى بنفسه اوكي انا اعطيت نصائح عم طيب سهاد شدة شدة بتسأل سؤال يا جماعة انه اريد اجذب النجاح والمعدل العالي شو سوي والله يا شدة اعتقد اه لازم عشان انت تجذب النجاح لك لازم اول بحكي لك العمل الجاد تمام العمل الجاد والصعوبات لازم توجيها وايضا تتطرق الى حل المشكلات يعني خلي بالك انه موضوع البذل الجهد وبذل العمل والذكاء هذا مهم جدا من اجل النجاح ولازم تكون ايضا يعني ناجحة في التخطيط تكون عندك خطة يكون عندك اهداف هذه مهمة جدا تمام كيف ايضا كيف كيف تدرسين كيف تعملين هذا موضوع مهم جدا ايضا للناس اللي بتها تنجح اذا لازم يكون عندنا بلان لازم يكون عندنا اهداف لازم يكون عندنا عمل جاد ليلة نهار ما بينفع استسلام تمام لازم ايضا تذهب الى الاشياء اللي فيها مشكلات عشان تتعلمي هذه الامور هي اللي ان شاء الله هتخليك النجاح هو حليفك طيب يا ام امر اهلا وسهلا بك طبعا جماعة يعني اللي بحب يسأل سؤال ممكن نجيبه على هذا الاسئلة طيب اه فور ايفر نيتشرال بيسأل سؤالي جماعة استاذ توني دخلت كيف اعرف شغفي بالحياة تمام اه انا والله فور ايفر جوبت هذا السؤال يعني بس بدي اعوده بشكل سريع يعني عشان انا ما يمل المشاهدين اه زي ما حكيت لك انت اه ما هو اه يعني وقت الفراغ اين يذهب منك تمام هل انت تخذ وقت فراغ في الصيد هل انت في السباحة هل بتقضيه في القراءة هل انت بتقضيه فيه مثلا في الشغل البدني اوكي بديك تعرف ونقطة فراغ بيذهب واثنين نقطة ثانية ما هي المجالات اللي انت تثير اهتمامك تمام والناس ايضا يأتوا لك ويسألوك يعني مثلا انا بيأتوا الناس يعني بيسألوني مثلا كيف اعمل بزنس كيف حدد البزنس كيف انا اعمل فكرة تجارية وهي هكذا تمام جماعة فانا رأيت نفسي انه انا في هذا المجال ان شاء الله هيكون عندي شغف واهتمام فبالتالي انا طورت نفسي في ذلك المجال اوكي ومشيت في الحمد لله رب العالمي طيب نشوف اسئلة اخرى لانه يا جماعة سوف انهي هذا قريبا طيب نشوف حسن بيحكي يا اخي العزي انا وعاني كثيرا كهذا البث كأني شاهدوا لا اعرف ماذا سؤالك يا حسن ما هو سؤالك يا اخي العزي انا وعاني كثيرا كهذا البث المباشر كأني شاهدت من قبل واشياء كثيرة في حياتي كأنني مررت فيها منه سابق حجبني سؤالك يا حسن انا لم افهم على تعليقك بصراحة ما بعرف اه عد للسؤال هالة كم عمرك انا طيب ما السبب كبير ام صغير يا هالة طيب اه اريد اجذب النجاح مش عارف هذا السؤال انه شفت قبل هيك وجاوبت يا جماعة اه مش عارف انا طيب في سؤال روان انا حكيت لك يا روان جوبتك على الاسئلة كيف اعرف شغفي اعتقد هيك احنا يعني اجبنا جميع الاسئلة يا جماعة هل من احد لديه سؤال السلام عليكم انا اسمي هدى اه انا اسمي هدى اه انوي كل يوم انا قوم بشيء نوت اني اتعلمك اتعلم اللغات او اشياء اخرى ولكن امر علي اليوم لم اعمل اي شيء نوت والله هدى شوفي هي هذه مشكلة الكثير انهم يسوفوا ويؤجلوا ويماطلوا وكثير من الاسئلة التي انت شافتها يمكن اذا كنت معنا على البث انه كانت من يعني الامور انه كيف واجه المماطلة اكثر حجز التثويف والله هدى هدى مشاكل بنعاني منها نحن جميع انه نحدد مهام ونكتب اهداف ولا نلتزم بها او حتى درجة جزامنا بتكون متواضعة او بسيطة هذا اخينا احكي لك انه شيء طبيعي جدا شيء من انسانيتنا من فطرتنا التي جبلنا عليها انه احنا عادة نحب الراحة نحب الكسر نحب الخمول الشيء بدنا يععى الجاهز بدنا النجاح يجينا جاهز ايضا الشهادة لازم تجيني جاهزة يا حب اذا لو اجاني مدرس وهكذا هذه الامور كثيرة احنا بنرابد ونحكي مفسه لكن خليني احكي انه موضوع يعني كيف انه نحدد زي ما حكيت لازم يكون في تودوليست تودوليست انا حكيت هذا الكلام في قناة المنس في عندي اداد الخطة السنوية كيف تعد خطة سنوية حكيت انه ما يكون هدفك صعب ما يكون فيه تحدي كبير جدا طمح جدا لانه يا جماعة هذه مشكلة بنعني مننا انه نضع اهداف لانفسنا اكبر من حجمنا واكبر من مهاراتنا فبالتالي لا نحقق اي شيء وهذا سبب انه فشل الكثير يعني خلينا احكي لكم جماعة كانت مفاجة من عور الثقيل انه وضع انه الاستفتاء على قناة تليجرام وعلى قناة تين منتس انه من حقق اهدافه للعام 2021 حوالي من 10 الى 14 فقط هم من حددوا اهدافهم الباقي لم يحقق اهداف جماعة هذه مشكلة معانو منها الكل والجميع لكن خلينا احكي لكم انه سبب انه احنا طموحين جدا وبعدين متسرعين غير صبورين للأسف انه احنا دائما بدنا كل شيء بسرعة وكل شيء بدنا بعجالة وانه احنا لازم نحقق الهدف بشكل سريع هذا ما بينفع اليوم احنا لازم نكون صبورين نكون طموحين بشكل واقعي لانه احنا مستحيل اوكي زي ما بقول لك واحد لا للمستحيل لا يعمل في مستحيل في الدنيا تمام ما بينفع ان انت تحط شيء مستحيل وتعمل على تحقيقه هذا يعني من الخيال اوكي خلينا نكون وقعين شوية فانا بنصحك انه اهداف بسيطة اذا كان فيه هدف كبير جزء هذه الاهداف على مدار سنة حقق اهدافك على التوالي وليس على التوازي اعمل التسكات بسيطة ابدأ بها اعمل خطوات صغيرة بسيطة احتفلي كافئة نفسك بالخطوات اللي انت يعني دائما بتحقيقها اولا باول اهيك ان شوال ستستمر تمام طيب انا ابحث عن اسئلة لاني بدأ انه الاسئلة يا جماعة لانه يعني اللايف طول شوية طيب دابوي بتجرب استعمل طريقة طيب اكيد طبعا يا دابوي الموضوع العشر دقائق يعني من المواضيع الجميلة جدا انه ما احنا سمينا سمينا تين منتس بهذا الاسم انه عشر دقائق يعني في اي شيء في اي مجال انا يعني هذا الشعار تعتبر يا دابوي لا انا خلصا انه احنا تين منس منصتنا اسمتين منس انه عشر دقائق من المشاهدة اليومية عشر دقائق من القراءة اليومية عشر دقائق من التدرب اليومي انت بتتقن اي شيء انت يعني بتحتاجه تمام عشر دقائق بس من وقوق وجميل يا دابوي يعني انت اللي حكيت يعني انت ذكرتني بمنصتي شوف يا حسن العقل الباطن طبعا يجرب الوسوسة يعني انه انت انسان تكون يعني ذو افكار سلبية وذو اسواس قهري ودائما افكارك سلبية يعني هذه الامور حتصير جزء من عقلك من العقل الباطن الجواني هذا تمام فهذا يعني حيبث لك افكار وصموم كثيرة فخلي بالك يعني من موضوع العقل الباطن هو موضوع كبير جدا يعني تحدث مع نفسك دائما انصحك بايجابية اتركك من السلبية دائما خلي مشاعرك وعواطفك دائما بالإيجاب لانه هادي كلها يصبح لها مكان في العقل للأسف هذا يعني يقلل إنجازاتك ويحبطك ويثبتك ويعني امور كثيرة يا الله اخي جابنا باقي عندنا التمارين طيب يا ذابوي انا جابتك يعني اعتقد ان شاء الله اكون جابتك تمام في سؤال آية شلون نحب الدراسة طيب يعني موضوع الدراسة موضوع الدراسة هو موضوع يعني الكل يكره يعني حتى أبناء يكرهون الدراسة يعني لا أحد يحب دراسة وأنا تند الدراسة طيب يعني احنا لأسف جبلنا على إنه لا نحب دراسة يا آية فهو أنت لستي وحدك إنما الجميع يعني من موضوع الدراسة طيب والله سؤال صعب يعني هو يحتاج إلى وناس تربويين يجيبك عليه ولكن أنا هحكي بعض النصائح اللي تخلي العمل اللي انت بتقوم فيه ممتن تمام أول شغلة خلينا أحكي لك أني قصر من وقت الدراسة يعني ملاحظة ضبوع مهمة جدا أنه خلي وقتك قصير للدراسة يعني أنا الأعمال المجهدة واللي تحتاج وقت وتفكير وجهدي كبير أنا دائما بخليها أوقات قصيرة بخاصل أوقات قصيرة فأنت دائما خلي وقت الدراسة مثلا 20 دقيقة فقط لا غير ما تدرس 30 دقيقة تمام بعد 20 دقيقة خلي بريك 10 دقائق مثلا يعني اذهب تمشي كذا أي نشاط بعد ذلك تبدأ الجولة الثانية من الدراسة تمام اعملي مشروب أنت مفضل كيف تحبي وهكذا 20 دقيقة وبريك 10 دقائق 20 دقائق وهكذا قداش في إمكاني أنه أنت تقللي من وقت اللي أنت بتقومي فيه في الدراسة قداش أنت بتصير عندك شيء محبب هذه نقطة مهمة النقطة الثانية أيضا يعني الفترة الدراسة يعني زي ما حكينا قسميها وجزئيها عشان تكون يعني فترات يعني خفيفة على النفس وخفيفة على الجسم ما تتعمي لأنه في للأسف في ناس بيجهدوا نفسهم في الدراسة فبيحس أنها عبئ على نفسه لأ أنت حاولي أنه أنت تقللي من الأوقات تعملي الأوقات تبريك تكافئي نفسك على كل مثلا أنت مجهود دراسة عملك كافئي نفسك بشيء أنت بتحبيه طبعا ما تصفح على السوشيال ميديا خلي بالك لأنه بعد إذا كافت نفسك في السوشيال ميديا مش مش حتكملي بعدك في الدراسة تمام وأنا بحكي لك آية حاولي تدرسي مثلا أناس يحبون المادة اللي أنت بتدرسيها يعني حاولي يعني بتشجع لأنه في تشجية بيكون تمام يعني في رفقة صالح لو أنت يعني انخرطت معهم هدول بحببوك في الدراسة أوكي مروة كيف أحصل على نقط أكبر ودرجات عالية قصدك في الدراسة يا مروة أنا على فكرة من يتابعني أغلبهم من حاس طلاب يا جماعة طلاب يعني حسسهم أنا ما هو شوفي يا مروة أنا بحكي لك يعني بإجابة عامة يعني مش عارفة أنا فعنو في أي مجالات ولكن بحكي لك دائما الجهد التعب الذكاء أنك تشتغل بذكاء وتدرسي بذكاء وتقسم وقتك بذكاء تضعي أهداف تمام مضعي وقتك استثمري وقتك استثمري في نفسك هذه من أعظم الأشياء اللي أنت ممكن تصل فيها على نقاط تمام أدرسي أكثر أدرسي بذكاء دائما نخليك متابعة أولا بأول لدروسك لا تؤجل لعمل للغاية تمام هذا مهم جدا دائما الرعي أولويات الدراسة والتدريس هذه الأمور مهمة جدا وأحب ما تدرسينا هذا مهم جدا إذا أنت حبيت المادة اللي أنت بتدرسيها فأنت شيء خرافي هتكون طيب ديما أنا حياتي فوضوية قوي أغلب وقت على السوشيال ميديا والله ما هو شوفي إحنا ضيعنا أعمارنا على السوشيال ميديا يا ديما هذه مهم جدا إذا أنت معنا يا ديما مش عارف ممكن تعمل لايك عشان أنا شعبك أصبح تستفيد منه أغلب أعمارنا تضيع على السوشيال ميديا للأسف وهذه السوشيال ميديا هي خلينا أحكي لك مشكلتها إنه هي بتجعلك يعني ذو مزاجات مختلفة وهذا أكبر ضرر على النفس يا ديما هذه من الأشياء اللي بتضرب النفس وبتقتلها قتل مثلا لو أنت تصبح على السوشيال ميديا سكرول شيء محزن شيء مفرع شيء سعيد شيء يغضبك شيء يعني يحزنك شيء خليك كئيبة ووووو والآخر هذا من أكبر الأشياء اللي بتسبب اختلال في العقل وفي النفس عشان هيك أنا بنصحك قليلي من موضوع السوشيال ميديا أنا بنصحك نصيحة يعني أنا مثلا عندي ساعة صبح وساعة في مساء بس فقط السوشيال ميديا بس لأنه أنا حتى بتابع بزنسي يعني في هذه الساعة أو ساعتين خليلي يعني أكون صادق ساعتين مساء وساعة صباحا عشان أنا أقدر أركز في حياتي وفي النشاطات الأخرى يعني من وظيفتي ومن أعمالي طيب مربع بتحكي كيف أتعامل مع مادة بتصعب علي وهو أنا والله مش مدرس يعني مادة أو ولكن أنا بحكي لك يعني من خلال خبرة أنه حاولي أنه أنت يعني يعني تقللي من وقت هذه المادة يعني تدرسها على فترات أنه أنت تضعي هدف أهداف من وراء هذه المادة أنه أنت مثلا تتناقش مع زملائك في المادة الصعبة بالأسئلة الصعبة تتناقش معها وتضعي أهداف من وراء هذه المادة أيضا تدرسها في وقت أنت بكون عندي التركيز عالي ما بكون ما بتكون متعبة أو مجهدة يعني مثلا في الصباح الباكر مثلا 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 يعني من وقت تكون فيها نشاط وتركيز أعلى هذه الأوقات برضو مهمة جدا تختار وقت المناسب تكون فيه نشاط وحيوية زي ما حكينا أدرسي مع زملائك ناقش الأسئلة الصعبة مع الزملاء أيضا حاول تملي علاقة مع المدرس مثلا علاقة يعني طيبة بحيث أنه أنت يسهل عليك المواد الصعبة يعني أكيد المدرس المادة يفهم كيف يسهل عليك المادة تمام فنقشي في بعض الأشياء الصعبة وكيف أنك تدرسيها بذكاء ممكن الملخصات يعني حاول تعمل الملخصات للمواد الصعبة هذه الأشياء بطرق كنت يعني أنا بصراحة أشغالها وكانت مفيدة جدا طيب أتمنى أكون أجبت على أسئلتكم جميعا أنا والله تعبت وأحاول أنه أنا أنهي هذا ما هو السر في تعلم لغة جديدة أتمنى الإجابة والله السر يا حسن أول شيء أنه أنت بتطلع على ثقافات الأمم الأخرى تمام يعني خصوصا اللغة الأجنبية أو اللغة الإنجليزية لماذا تتعلمها أنت بتطلع على أحدث ما قيلة في العلم ليش لأنه الترند العالمي للعلوم الحديثة هي باللغة الإنجليزية فإنت لو تعلمت هذه اللغة هتصير أنت مواكب للجديد مواكب للأشياء الحديثة هتصير أنت تتكلم بلغة الناس يعني الركب الأول مثلا في المختلف العلوم فهذا ستستفيد أنت سيكون عندك مهارات حديثة علم حديث هتواكب تكون أبديتد لكل ما هو جديد هذا من أروع الأشياء اللي هتميزك هذا هتطيك لواحد تصير أنه أنت بتعرف لغة فهذه أنت خلاص سيطرت عالميا على كل ما هو جديد في العلم تمام خصوصا الناس المتقدمين في العلم بعدين يا حسن ممكن تكون باب رزق لك لغة اللغة 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 رزق يعني كبير وواسع أنك تعلم هذه اللغة وخصوصا online يعني كنت بزنس online من خلال بس تعلم اللغة والله يا ديمة أنا ذاكرت ضعيفة يعني قوي أي حاجة بذاكرها فانساها يعني هي أشوف يعني أنت تحتاج إلى يعني استشارة طبية أكثر يعني لا أفهم بصراح فيك يعني أمور يا ديمة كيف فأوذريني عن إجابة هذا السؤال هناك من هم تخص أكثر من طيب أنا في أولى الثانوي ممكن أعمل أي شيء أستفيد من الفترة دي وتحجم مستوى تخليني معايا فلوس والله سؤال يعني ما شاء الله يعني خمس 16 في أول ثانوي يعني يا روان سنك صغير وانت تبحثي عن أشياء تفيدك ما شاء الله عليك يعني ممتاز جدا أنا بحييك وكل الاحترام والتقدير لك يعني في ناس عمر 30 سنة ومش عارفة كيف تحدد مستقبلها وكيف تشتغل وكيف توجهاتها ف يعني كل التحية والتقدير يا روان طيب يعني أنا بنصحك يا روان أنت لسه في بداية العمر تمام يعني ممكن في أشياء تحبيها أو لا تحبيها لكن خلينا أنا أحكي لك بداية تحدد الأشياء التي ماهرة فيها مثلا يعني مثلا عبارف الفتاة مثلا ممكن في الخياطة في التريكو فن التريكو مثلا فن الرسم مثلا يعني إيجادة أشياء مثلا نسائية تمام يعني يعني يقوم فيها فممكن هذه الأمور تبدأ تشتغل فيها بالقطعة أو بالوحدات الصغيرة وتتعاقدي مع محلات تمام أنه أنت تبيعي هذه الأشياء التي تصنعيها منزليا خصوصا المشاريع نسميها مشاريع النسائية الصغيرة مثلا مثلا صناعة الصابون السائل مثلا الحياكة الخياطة فن التريكو مثلا مثلا الخضروات أنك تعمليها مثلا بفن تشكيلي رائع وتبيعيها مثلا ممكن تبيع الخبز المنزلي مثلا للناس اللي بتحب الخبز المنزلي وهكذا يعني فيها أفكار نسائية مشاريع صغيرة بسيطة ممكن تشتغل عليها في الأسرة وتعمل منها بزنس زي ما حكيتك الأشياء هذه تمام طبعا أنا بلصح تعلمي مهارة يعني من البداية أنت السن الصغير بمكانك تتعلم حاجات رائعة يعني مثلا الفوتوشوب مثلا تركيب الصور مثلا وهكذا هذه الأمور فيها مهارات رائعة ممكن تطورها وتشتغلها لها وبعدك تعملي بزنس خاص بها يعني وكيف تشتغلي فيها بس ما شاء الله عليك يا نوبرك الزي رائع بإمكانك تتعلم أشياء رائعة تمام طيب أتمنى أن الأسئلة تكون انتهت جماعة الأسئلة أنا أحاول أن أجيب على جميع الأسئلة طيب طيب روان ما شاء الله روان متفاعلة معنا بتحاول تستفيد قدر كم من هذا اللائب إزاي أستفيد من الثانية ويعامة من الفترة دي وحج المستقبل بارع إزاي أستفيد من الثانية ويعامة والله شوف يعني يا روان أنت مستعجلة كتير خليك صبورة وما تستعدني الثانوية العامة أنا أحكي لك أكثر شيء أنه أنت تركز في الثانوية العامة تدرس بذكاء وباجتهاد وجد وتبذل كل وقتك في الدراسة وأنك تحصل على أكبر معدل ومجموع ورائع وبعد ذلك يعني بيصير أنه ممكن تحدد توجهتك المستقبل ولكن أنت الآن فترة الحالية أنه أنت لازم تطور نفسك في هذا الموضوع تمام وتركز فيه هذه أكبر شيء أو أكبر هدي أنت ممكن تهديها لنفسك ركز في الثانوية العامة لأنه تحدد يعني مصير ناس كثير في مجالات معينة وتوجهات معينة تمام محمد السلام عليكم أستاذ أنا جديد ويمكن أعرف شو اختصاصك والله أنا يا محمد أنا يعني أشتغل في موضوع البزنس وموضوع تطوير الذات طبعا تخصص الأساسي في موضوع جزئية من البزنس أنا متخصص فيها لكن موضوع تطوير الذات هو يعني شيء جانبي أنا أيضا أقدمه من مواضيع اللي أنا بقرأ بحاور أعبر فيها عفية قناة تن منس بتمنى يعني تستفيدوا منها إن شاء الله تعالى ختاب فور إيفر ممكن أرجو جزاك الله خير موعيد بث عشان ما تروح علينا يا فور إيفر شوف موعيد البث يا فور إيفر دائما بتكون أنا يوم السبت مساء تمام يوم السبت مساء أنا يعني برفع ستوري على تن منس أو التاسعة بتوقيت مكة المقرمة تمام صديقي فأتمنى هذه الأمور أنه أنت يعني اتبعها معنا على الستوري طيب دائما أنا اسمي هاجر إيه أسباب ضعف الذاكرة ونسيان مشارف أنا أيضا هذا السؤال أتاني لكن أنا بحكي لك يا دامتي يعني أحاولي أنه يعني تستشير الطبيب أول شيء يعني هذا بحفيدك أكتر ممكن قد تحتاج بعض الراحة أخينا أقول الراحة النفسية مثلا الراحة العقلية أنك أنت تنامي بشكل جيد أنه أنت ما تشتغل لأشياء مجهدة ومضنية تمام اعملي بعض الميديتيشن مارسي دفة الصباح الأمور الروحانية مهمة جدا تغذي بها العقل هذه الأمور يعني بستاذكة لأنه أنت ذاكر تكتصف حاول أنا بصحك يعني تمارسي التأمل والصمت هذه التأمل والصمت يعني مش عاف إذا أنت بتتابعين على قناتي وعلى السلش يوميا دائما أنا بذكر بدفة الصباح يوميا صباحا مارسي دفة الصباح معنا هذه من الأشياء التي ستسادق بشكل كبير وقوي أنه تعالج ضعف الذاكرة والنسيان طبعا ممكن يكون إلا شيء طبية أنا بحكي عن الجانب النفسي والروحاني أنه أنت تهدأ تعملي تعملي تعمل 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 تمارس الصمت يعني دائما تقرأ القرآن تستمع القرآن هذه الأمور بتصفي الذهن وتصفي العقل وتريحه يا جماعة بشكل كبير والخشوع في الصلاة الصلاة كيف أحافظ على التحفيز المستمر وأوافق بين الشغل والدراسة عن بعد طيب كيف أحافظ على التحفيز المستمر وأوفق يعني قصدك وأوفق بين الشغل والدراسة عن بعد شف لا أعرف الاسم ولكن أحكي لك أنه موضوع التحفيز أنه أنت دائما لازم تستمر أنه أنت تحفز نفسك بنفسك يعني خلينا أحكي لك مهمة جدا مهمة جدا مصفوفة الأوليات تشتغل عليها هذه مهمة جدا يعني هذه الأشياء لازم تكون موجودة عندك طيب أيضا من الشيء التي تحفيز أنه تعرف النتيجة التي تريد أن تصل لها تمام يا نور مهم جدا أنه أنا مثلا عندما أدام مارس عمال شو النتيجة المباشرة التي ستعود عليها لو أنا بمارس الشغلات ما لها نتيجة وما بتود عليها بالفائدة فأنت هتمل منها وحيكون عندك فطور وملل بالتالي لازم تعرف شو النتيجة التي سوف تظهر لك في الطريق بعد ممارسة هذه الأشياء هذه أشياء كثير يعني بتخلي عندك تحفيز ومارس معنا دفة الصباح اليومية هذه بتخلي عندك أيضا تحفيز مستمر لأنه أنت ممكن تواجهك في يومك مشاكل تحديات تعيقك من العمل والإنجاز وتحقيل هذا بالتالي أنت بحاجة لدفة الصباح الي احنا بالمرسة يوميا طيب الأسئلة كثيرة بصراحة وعليكم السلام ياها السلام عليكم ديما أنا أتمنى أكون جوابتك على السؤال طيب أهلا وسهلا يا فالكون هل يوجد عمل على الإنترنت طبعا يا فالكون الأعمال يعني كثيرة جدا على الإنترنت أنا أستغرب من سؤالك يعني اليوم العالم كله أجمع يعمل على الإنترنت يا فالكون يوجد عمل بشكل مخيف وهناك أرباح عالية جدا وإرادات يعني خيالية يا فالكون طبعا إذا بتحتاج المزيد يعني تابع قناة تلميس عليه فيديوهات أنا أتحدث بها عن موضوع العمل عن بعد وموضوع العمل التجاري عبر الإنترنت يا ديمتك المشكلة والله أنا مش متخصص في هذا الكلام أسباب ضعف الذاكرة ونس أنا حكيتك بعض النصائل إن شاء الله تعمل فيها يا ديمتك سمحني طيب ليس الكل لا ما أعرف شو قصدك يا طيب ما رأيك بتجارة الإلكترونية يا هلث التجارة الإلكترونية هي اليوم للترند العالمي اليوم أغلب الإرادات والأرباح العالمية يعني تأتي من وراء التجارة الإلكترونية مجال واسع وشاسع ومفتوح أنا يعني أنا أعمل بجزء أو بفرع من التجارة الإلكترونية اليوم لازم يكون إلك أنت يعني لا يعقل لا يعقل اليوم شخص موجود أنه ما لديه أكاونت أو بيزنس على الإنترنت زي ما أنت تعرف يعني اليوم بتاجر إلكترونية أكاونت ماركتي بليس مواقع وورد بريس مبرمجة على شراء المنتجات وا وإلى استشارات على الإنترنت والله كتب تباع أونلاين اليوم العالم مليء يعني خليني أقول لك بالمليارات إذا أنت شهادت فيديوهات لي على قناة يوتيوب يعني أنا في عندي إحصائية مليارات الدولارات تضخ سنويا أرباح من وراء التجارة الإلكترونية صديقي اسمي هاجر يا هاجر أنا والله أجبتك على السؤال أنت أنا أتمنى أن صاحة تكون يعني كافية لأنا عندك طيب أهلا وسهلا ما رأيك بال ما رأيك بال ما رأيك بال ما رأيك بال مش فهم سؤالك يا أنيمن لا أفهم سؤالك ما رأيك بالاستثمار في دبي والاستقرار والله يا أمين يعني أنا بصراحة عشان أنا أنصحك موضوع الاستثمار في دبي والاستقرار هو يعني أنا بصراحة ما عشت في دبي وما عشت يعني بصراحة يعني في الإمارات يعني أتمنى أني أذهب رحلة هناك إن شاء الله لبعض الأصدقاء ويكون عندي هيك محاضرات هناك يعني أتمنى هذا حلم عندي ولكن خلينا أحكي لك اليوم دبي تعتبر يعني عاصمة يعني خلينا نقول لك يعني الترند العالمي اليوم موجود في الاقتصاد يعني خلينا نقول لك العالم العربي خصوصا الإمارات يعني حتى يعني على مستوى عالمي اليوم الإمارات تتصدر يعني مراتب في بعض المجالات على مستوى العالمي تمام وبعدين هناك الإمارات روعتها أنه هي منفتحة هناك انفتاح تجاري في استقطاب لمسأة تجار عالميين لشركات استثمار يعني كل شيء تجده في دبي بعدين هناك القوانين يعني مسموحة لك تعمل مثلا بيزنس تمارس البيزنس تبيع بيزنس يعني تخدم البيزنس الخاص بك بشكل كبير جدا وهذا يعني أنا كان من يعني استمات لكثير من رواد الأعمال اللي لهم فروع و لهم مقرات في دبي و في الإمارات يعني العمل هناك رائع وفيه يعني فتاح كبير وأيضا يعني خلالي نقول لك يعني هي بلاد فعلا للتجارة والبيزنس رائعة جدا يعني فلعني مش غلط صديقا تفكر في هذا الموضوع لكن أنا بنصحك بنصحك يعني خلالي نحكي لك أنه اليوم لازم إذا أنت مثلا بدك تعمل بيزنس هناك تمام صديقي حاول اليوم أنت تعرف شو بدك تعمل هناك تمام ما هي البلان تبعتك ما هي الفكرة أنت بدك تطبقها شو البزنس اللي أنت هتفتحه في دبي أوكي يعني لازم تخطط هل أنت متجاتك هناك مثلا حيكون لها رواج هل في لها قبول الماركت اللي أنت هتستهدفه من دبي مثلا هتستهدف السوق العالمي ولا بس فقط سوق الإمارات وهكذا يعني اعمل فيزيبيلتي ستادي أو بيزنس بلان معينة للفكرة اللي أنت بدك يعني تعمل بها بيزنس في الإمارات يعني ما بينفع أنه أنا في سؤال أخذ الإجابة من شخص ما بينفع يا صديقي أوكي أنا بنصحك تعمل يعني دراسة للفكرة أكثر دراسة معمقة مفصلة حتى لو دفعت فلوس مقابل أن واحد يعني متخصص يعني خصوصا مقيم هناك تمام مكتب استشاري ستعنت فيه وقدم لك دراسة بفلوس يعني بحكي لك ادفع فلوس لا تقدم على شيء أنت لا تعرف يعني عنه شيء أوكي ادرس الفكرة فصلها اعمل فيزيبيلتي الصدد الفكرة أنت بدك تستمرها وحاول تشوف مدى جدوى هذه الفكرة أوكي لكن أنا يعني بحكي لك أنه حسب قراءاتي ومعرفتي وإطلاعي الإمارات عالم مفتوحة وهي يعني التريند العربي يعني لدى العالم طيب أمين فيما مجال التجارة العامة والله ممكن يا أمين أنك تشتغل في هذا المجال لكن يعني أنا بصراحة ما بينفى أنا أنصحك يعني على كسؤال يعني لكن يعني أنا بأنصحك إذا أنت لك في موضوع المنتجات الرقمية والأونلاين تجارة الإلكترونية فهذا يعني هذا عالم رائع وعالم منفتح وعالم مستقبل كبير جدا أنه أنت ممكن يعني تعمل تقاطع ما بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية حتى لو ما إلك يعني على موضوع التجارة مثلا خلينا نقول العامة متجاتك البروتاكتس ممكن تعرضها بشكل تجارة الإلكترونية على منصات يعني التجارة الإلكترونية أو تشغل بزنس رائع يعني أعمل تقاطع يعني أنا أنصح اليوم جميع رواد التجارة العادية لهم يعني منصات على المواقع ويبيعوا من خلال هذه المواقع بيكسبوا فلوس كثيرة جدا حتى لو أنت ما روحت إلى دبي أنت ممكن تمام تغزو دبي بمنتجاتك من خلال الأونلاين يعني سيرفيسيس تمام لكن سؤالك هذا يا صديقي يحتاج إلى يعني سؤال فضفاض يعني لازم تحدد سؤالك يعني ما بفعل أنصحك أو ما في معطيات أو ما في معلومات دقيقة لدي تمام والله يا فاتي أنا جوبت على هذا السؤال الموضوع المماطن أنا جوبت على هذا السؤال من قبل تمام طيب متى كون يا سؤال مهم جدا يا جماعة متى تكون المخاطرة صحيحة شوف المخاطرة تكون صحيحة إذا أنت حسبت لهذه المخاطرة دعنا أحكي لك هذا شيء رائع أنه أنت لازم يعني الحياة والبيزنس يحتاج إلى مخاطرة ومغامرة ولكن يجب أن تكون محسوبة يعني لازم أنت تشوف تحدد المخاطر اللي هتواجهك تمام يعني ما بين فأنت مثلا تدخل بيزنس أو تنشئ بيزنس أو مثلا يعني حتى لو أنت مثلا بدك تروح رحلة معينة لازم أنت تعمل لها بلان وتشوف إيش المخاطر اللي هتواجهك حتى يعني مستوى بسيط طيب إذا لازم أنا أحدد هذه المخاطر المتوقعة ولازم أنا أعمل استجابة لها طيب لو حدث هذا الخطر ماذا أفعل؟ هذا السؤال مهم جدا ماذا أفعل؟ إذا لازم تتوقع المخاطر دائما وتشوف إيش الأكشنز اللي أنت لازم تعملها لو وقع هذا الخطر وتكون أنت مجهز لهذا الأكشنز اللي أنت بدك تسويه ما هو الحل لهذا المخاطر ويكون عندك الحل شبه يعني ممكن تنفذه وله قابل التنفيذ سهلة عشان تواجه أنه أنت تنفيذ هذا الخطر تماما صديقي؟ فهيك المخاطرة بتكون محسوبة طيب ديما أنا عندي موهبة الكتاب والتأليف وعايزة أنميها أكثر شوف يا ديما بالنسبة ليهاجر أعتقد الاسم الكتابة والتأليف لازم أنا بنصحك يعني أنا ممكن مش خبير في موضوع التأليف ولكن عندي بعض الكتب يعني أنا الحمد لله شغال عليها موضوع الكتاب والتأليف لازم تقرأي أكثر اقرأي قدر الممكن بشكل كبير جدا 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 القراءة ثم القراءة ثم القراءة ثاني شيء حاولي تكتبي مقالات في البداية اكتبي بعض المقالات تمام؟ يعني خلني عنديك مثلا كل أسبوع كتابة مقال في شيء أنت أو في مجال أنت بتتخصصه فيه اكتبي مقالات يعني دورية تمام؟ وانشر هذه المقالات مثلا على شاركيها مع الناس يعني في منصات الفيسبوك الانسجرام يعني موقع أين كان شاركي المقالات اللي بتكتبيها ويعلقوا على هذه المقالات وشوفوا ما رأيهم ومسألهم ما رأيك في هذه المقالات كتبتها وحاولي النقطة الثالثة أنصحك أنه تكتبي خواطر بالأشياء اللي انت بتقرأيها أو أنه مقالات كتابية يعني على شكل خواطر يعني خواطر معينة اكتبيها مثلا اجعل نفسك موضوع الجورنال مثلا هذه الأشياء اللي كلها تنمي مهارة الكتابة والتعليف تسنيم ممكن إعادة السؤال باللغة العربية لإني لا أفهم على سؤالك فور إفر طبعا العفو لك ولمتابعتك شكرا جزيلا لك طيب أنا الآن أحاول أن أمر على الأسئلة بشكل سريء إذا متبقي أسئلة ممكن معرفة عن الفوركس والله موضوع الفوركس يا نبولي أنا لا بصراحة غير متعمق به ولا يعني مش خبير في موضوع الفوركس يعني بصراحة يعني فإنت ممكن تأخذ يعني إجابة سؤالك من متخصص في هذا الموضوع أكثر طيب وائل يشعد مساك هل برمجة اللغة العصبية له أثر في حياة الإنسان والله يشوف يا وائل يعني كل شيء له أثر يعني خلينا نضرب لك مثال بسيط على يعني في حياتنا اليومية إذا أنت مثلا أنت يوميا بتعيش أفكار تمام ومقولات أنت بتحكيها مع نفسك لو أنت حكيت لنفسك شيء سلبي أو شيء مسيء تمام فالفكرة هذه ستأثر فيك طيب لو أنت حكيت يعني فكرة إيجابية أو شيء إيجابي أو نقطة إيجابية مميزة رائعة ستأثر فيك تمام إذن يعني أنت شوف ما تدخل نفسك في دوامة أو في تعقيدات أي فكرة أي كلام أي شيء أنت بتستقبل أي شيء أنت بتقرأ أي شيء أنت بتسمعه لازم يأثر فيك بشكل أو بآخر سواء إيجابي سواء سلبي تمام صديقي تعيب نشوف أسئلة طبعا أسئلة كثيرة إيش أحسن كتابه ممكن نقرأها والله شوف يا صوف ما في حاجة اسم أحسن كتاب ممكن تقرأ يعني فيه كتب جميلة جدا ومتنوعة وكل كتب يعني أو كتب حسب تخصصها يعني أنا ما بقدر أحكي لك اقرأ أحسن كتاب على الإطلاق ما في حاجة اسم أحسن كتاب على الإطلاق لأنه كل مجال له كتبه الجيدة والرديئة والسيئة فأنتي يعني دائما يعني انتقي الكتب اللي مثلا في المجال الديني في المجال التنمية الذات في المجال مثلا بيزنس في مجال واوة يعني فيه كتاب يعني كتبوا رواد كتابة في المجالات المختلفة ولهم كتبهم الرائعة تمام لكن أنا دائما بحكي لك أنا بنصحك بنصيحة عامة البست سيلارز أو يعني المواقع فيه مواقع للغودريز مثلا بتشوفي أفضل كتب وبتاخذ أكثر ريفيوز وأكثر يعني إعجابات أو تعليقات مثلا هادي قرأيها تمام لكن أنا من الكتب اللي أثرت فيه بصراحة على المسؤول الشخصي كتاب يعني غير تفكيرك غير حياتك لبراين تريسي من الكتب اللي كانت سبب كبير في تغيير مجرع حياتي تمام العفو يا ديما شكرا جزيلا لك أنصحك بالكتاب اللي ذكرته يا روان هل ممكن نكتب شيء سيء مريت في حياتي هل ممكن نكتب شيء سيء مريت طبعا يا صوفي أنت ممكن يعني تكتب ما بعرف قصدك في سؤالك ولكن دائما أنا بعمل جورنال للأشياء الإيجابية أو حتى للأشياء السلبية خلي بالك هي تقنية نفسية يعني ينصح بعلماء النفس أنه أنت الشيء اللي أنت بتعاني منه أو شيء سلبي أو أفكار سلبية فارغيها من خلال الكتابة هذا يساعد بشكل كبير على التفريغ الإنفعالي للأشياء السيئة الموجودة في عقولنا أو في أنفسنا هذا يخفف يعني هو ما لا يعالج بشكل نهائي هذا الشيء ولكن هو يعني يخفف من الأعراض أو من الأفكار اللي هي بتراودك في الجوانب السلبية كيف أعرف كتاب سيئة ما بعرف ما المقصود في سؤالك يا حسن صوفي الكتاب اسمه غير تفكيرك غير حياتك هذا الكتاب اسمه غير تفكيرك غير حياتك العفو يا صوفي طب أنا هيك يعني إن شاء الله سوفوا أني هذا الله في جماعة أنا طولت كتير عليكم روان تسألني متى البث الثاني المباشر شوفي يا روان أنا إن شاء الله عندي حيكون بث دائما دائما الساعة يعني ما بين السابع أو الثامنة بتوقيت مكة المقرمة فحاولوا أنكم يا جماعة برمج أوقاتكم على هذه الأوقات تمام برمج أموركم على هذه أجبنا ما بعرف يا أمين على شو أجاوبك يعني ما هو كان سؤالك ممكن أنا أعتقد جاوبتك يعني بس عيد لعيد لذكرني بالسؤال لو سمحت تمام يا جماعة روان تسأل متى البث يا جماعة من السابع إلى الثامنة يعني ما بين هذه الساعة السابع الثامنة ممكن يكون البث مباشر كل يوم سبت نعمل لايف إن شاء الله تعالى في هذا الوقت تمام فكونوا متابعين لنا وجهزوا أسئلتكم دائما طيب هذا رأى كان سؤال روان سؤال سؤال ممكن نعرف معد بثك يعني أنا حكيت لك حكيت لك حكيت يا فور إيفار على معد البث أتمنى إن شاء الله يعني بتشرف أنا بمتابعتكم يا جماعة طيب أشهر جزاك الله خيرا أنا لدي هدف في الحياة لكي صار نوع جاوبنا هذا السؤال حل مشكلة التسويف يا جماعة حل مشكلة التسويف مهم جدا زي ما حكينا من إحدى التقناة اللي بتعالج تسويف واللي أنا أثرت فيه بشكل كبير أنه أنت دائما دائما لسأل السؤال التسويف دائما حاول أنه أنت المبادرة تعالج التسويف بالمبادرة تقطع على نفسك الحبل يعني أنت أضربك مثال يا جماعة دائما أنا أضرب هذا المثال لأنه واضح جدا أنت مثلا صليت صلاة الفرض وعندك صلاة سنة تمام ما تصيب صلاة السنة لوقت متأخر لا بسرعة إنجز صلاة السنة لأنه الشيطان حي واسوس لك ويلهيك عن موضوع تأدي صلاة السنة فمباشرة إنجز العمل طيب أنا بقس هذا العمل على العمل أخرى أنه أنا مثلا والله بدي أعمل الواجب معين أو أكتيفتي أو تاسك أي إن كانت أنا بباشرة ما بسيب مجال لعقل أنه يفكر فيه أعمل ما أعمل طب أنفذ ما نفذ شواء وابتسير أنه أنت عندك مين يا جماعة المشاحنات في عقلك الباطن وعقلك الضار فبالتالي هنا لن تعد المهمة فحاول اقطع لنفسك الحبل وخوض يعني أربي نفسك في البحر يعني هنا إنجز مهمتك وخلاص منه أوكي هذه من الأشياء اللي أنا واجهتها بتعالجتها بشكل كبير طبعا إضافة للخطط يكون عندك خطة تدوليس يكون عندك دايما هدف من الشيء اللي أنت بدك تنجزه دايما حاول خلي وقتك قصير اعتمد الخطوة الصغيرة لإنجاز الشيء اللي أنت يعني يعني أمور هذه بتساعد عاون يعني جيدة أنه أنت تساعدك صديقي طيب رانيا بساسوك كثير في الآونة الأخيرة نسمع المدربي بعلم الطاقة ما رأيك فيهم والله يا رانيا أنا أريد أن أحكي لك يعني رأيي الشخصي في هذا الأمر يعني مدربي علم الطاقة يعني يعني ممكن أنا أحكي لك أنه الجزء الجسمي الجسماني الطبي يعني هناك مثلا علوم الطاقة يعني لأطباء متخصصين يعني 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 درسوا مثلا مجالات طب تمام معينة وبطبق علم الطاقة بشيء خلينا نقول من الربط ما بين الأجزاء الجسمانية والأشياء الفكرية والروحانية تمام هذا ممكن أحكي لك يكون له يعني شيء رائع ومفيد ليش؟ لأنه هذول دارسين فسيولوجيا تركيبة الجسم وبيحاولوا أنهم يعالجوا مثلا من خلال معرفتهم الطبية تمام والنفسية يعني دارسين لعلم النفس دارسين لعلوم الطب ودارسين للعلم التنموي تمام الروحي فبالتالي النفس فبالتالي بربطوا ما بين هذه الأجزاء وهذول ممكن يضيفوا شيء رائع للإنسان أما كعلوم طاقة يعني بصراحة أنا يعني هناك من يقول لي مثلا يعني زي التوكيدات أنا مثلا سأصبح كذا أنا أصير كذا أنا أسد أنا مش عارف مين أنا أنا هذه يعني بصراحة الأمور هذه أنا لست معها لوحدها إنما يجب أن نرفق التوكيدات الذاتية أنا يعني أنا حتى بسميها توكيدات الذاتية توكيدات الذاتية أنه أنت بتأكد على ذاتك أنه أنت إنسان إيجابي إنسان رائع إنسان تستحق الأفضل إنسان سعيد إنسان يعني بصحة جيدة إنسان أنعم الله عليك يعني بنعم كثيرة لكن أنا دائما ما بتكلم أنه أنت لازم تحكي في يارانيا في جزئية التوكيدات لوحدها لأنه أنت لن تفعل شيئا اعمل اكشن رافقها بأكشن يعني كيف يعني أنا مثلا أنا أنعم بصحة وعافية اعمل خطة بلان أنه أنت تكون بصحة جيدة ما بنفع أنه أنا أحكي لعقلي الباطن أن يعني عمله توكيد أنا بصحة جيدة أو أنا يعني مرضي ما بدير بالعصحتي وعلي ذلك تمام إذن أنا برفق التوكيدات الإيجابية الذاتية بأكشن أنا بفعلها في بلان واضحة تساعد في هذا التوكيد الإيجابي تمام أمين والله أمين شوف ما أبدا أحكي لك شكل يعني أنت أول شي يعني أنا مش حقدر أنصحك أعطيك النصيحة المئة بالمئة يعني لازم أنت يعني خلينا أحكي لك أنا أنصحك أنه أنت تتوجه لناس موجودين في الإمارات في دبي خصوصا إذا أنت معني في دبي اسأل مثلا ما نجرب المعيشة هناك كيف مستوى المعيشة كيف البزنس كيف الاستقرار السياسي خلينا أحكي لك كيف القوانين هناك كيف ما هي المنظومة التي بدك تكون فيها هل أنت منظومة العمل منظومة البزنس منظومة الشركات هل أنت مثلا يعني لديك مهارة وحرفة بدك مثلا تفتح شركة وهكذا يعني أنت شو المكونات نظامك أنت عساس أنا يعني أقدر أساعدك تمام وأنا بحكي لك أنه اللي حسادك أكثر مني أنه أنت تشوف استشارة من الخبير موجود يعني بقدم خدمات استشارية تمام في البزنس في دبي يقطنون ممكن تستشيره ولو حتى تدفع له فلوس يا صديقي يعني ادفع فلوس معلش هذا مستقبل ادفع فلوس وعرف الإجابة الصحيح أوكي يعني استثمر بهذا السؤال أنصحك يعني العفو يا صوفي أنا أشكرك على المتابعة لهذا اللايب مش فهم سؤالك يا صوفي عن التسويف وضح السؤال لو سمحت ما هو رمز الكتاب الذي تقرأ وهل من خلال المقدمة تارف الكتاب الجديد شوف يا حسن مهم جدا أنه سؤالك جيد ورائع كيف أنه أعرف أن الكتاب هذا يعني يناسبني أم لا يناسب أو أكمل به أو لا أكمل به خلينا أنا أنصح دائما اقرأ المقدمة مقدمة الكتاب وإقرأ دائما عنوين الكتاب أو الفهرس الخاص بالكتاب خلينا أحكي لك الفهرس هذا مهم جدا ودائما اقرأ مقدمة الكاتب ماذا يقول الكاتب لأن الكاتب في بداية الكتاب يقول لك ما هي مكونة الكتاب شو حيفيدك شو حيضيف لك واوة أعراء الناس في هذا الكتاب يعني أنا لما بقرأ كتاب بشوف أعراء الناس في هذا الكتاب المراجعات يعني مثلا براين تسي ماذا قال في هذا الكتاب أحمد الشقري ماذا قال في الكتاب مثلا تمام مثلا بيل ماذا مثلا مايكروسوفت مثلا صاحب مايكروسوفت يقرأ كتب وينصح بها مثلا ممكن تلفت نظري وان بافت ينصح بكتاب ماذا يعني كثير من الناس اللي انت بتثق فيهم شوفهم ما بينصحوا بشو تمام هذا بسهل عليك المهم طيب ازاي روان ادعم على الكتاب وهل هي مهمة اليوميات وكده شكرا اه طبعا كتابة اليوميات يا روان من الاشياء اللي هتخليك كاتبة رائعة اكتبي دائما يعني انا من الاشياء اللي علمتني الكتابة اني انا الحمد لله الان بكتب في كتابي الثاني يعني انا كتبت انجزت الكتاب الاول في موضوع بيزنس كيف تفعل في السوق رازل تكون خارج حدود المنافسة ولي الكتاب الثاني ان شاء الله سيصدر قريبا باذن الله تعالى على موقع مزر الالكتروني الاشياء هذه انا تعلمت من خلال الكتابة اليومية من خلال كتابة المقالات من خلال كتابة الخواطر هذه الثلاثة مجتمعة يعني بثت في روح القراءة والكتابة طيب نشوف سؤال اخر انا المشكلة كل ما احاول انهل لايف اسئلة كثيرة تتجدد عندي تجربة فيها اها طيب يا امين يعني انت عندك تجربة يعني انت اكبر يعني يعني انت خبير بهذا الموضوع لكن خلينا نحكي لك هل انت موجود في الامارات اليوم هل انت قيمت الوضع حاليا ولا انت اقمت فيها منذ زمن اه من قبل لا يا امين انت لازم على فكرة فيه مستجدات كثيرة تغيرت اليوم في الامارات خصوصا تابع الاخبار السياسية والاقتصادية فيه مستجدات كثيرة لازم انت ايضا تأخذ في علا اتبار هذا المستجدات تمام العفو يا امين العفو العفو انا اعاني من مشكلة تأهل من نصيحة والله يا انا مش للأسف مش خبير والله فيك امور فاعذرني يا ارجاء يعني او مش اعرف اسمي بس خبيرا فيك امور طيب كيف احسن دراستي والله حكينا احنا يا اسواي اه بعض النصائق انا حكيت بعض النصائق في هذا اللايب راجع هذا اللايب من البداية انا حكيت فيه اشياء كثيرة سياف اتصح نقرأ كتب فعن بالحياة والله زي ما حكيت لك شوف يعني من الكتب الرائعة اللي حتنفق فيها اقرأ كتاب فن اللا مبالاة كتاب ايضا خواطر اربعون خواطر السيد احمد الشقير فيه كتاب اربعون هذا من اشياء الرائعة لانه تناول جوانب كثيرة من حياة الانسان اقرأ ايضا لقوة التفكير الايجابي من اروع الكتب اللي نقارته واثرت فيه بشكل روحي ونفسي تمام اقرأ كتاب غير التفكير غير هاتف براني تريسي اقرأ ايضا يعني هذه كتب يعني انا بحكي لك كتب ما بين الموضوع تنمية الذات وتنمية البزنس يعني تمام ايضا الاب الغني الاب الفقير بيعطيك يعني استراتيجات رائعة لادارة المال وكيف تستمار الاموال وكيف انه انت تكون يعني من اصحاب الثراء الرائع وهكذا يعني تمام ايضا جورج كلاسون كتاب اللي هو اغنى رجل في بابل بيعطيك نصائح في المال ادارة المال هذا رائع كثيرا ايضا من الكتب يعني اود ان انظر الى مكتبة كتاب نابليون هيل مهم جدا لمن يبحث عن ادارة المال بشكل جيد ايضا كتاب ماذا اقرأ ايضا كتاب قوة العقل الباطن كتاب مهم جميل ايضا بيعطيك استجز وتقنيات كيف انه تستثمر عقلك الباطن في اشياء رائعة تمام تساعدك في يعني مواجهة تحديات الحياة ومشاكلها السماح بالرحيل كمان كتاب السماح بالرحيل طيب يا جماعة انا يعني بكل اسف انا كنت مستمتع بالحديث معكم ومتشوق لان ابقى كثيرا ولكن الوقت داهمنا وانا اطلت في هذا اللايب ولكن انه كثرت الاسئلة التي كانت يعني بصراحة موجودة طبعا انهي حديثي بقول الله عز وجل بنا عليك توكلنا عليك نبنى وإليك المصير انا كنت مستمتك كثيرا وبتمنى لكم السعادة والروع في حياتكم وانكم يعني تكونوا ان شاء الله باجمل صحة واجمل عافية وبتمنى انه ان شاء الله تكونوا معي في اللايبهات القادمة اريد اننا حنخصص لايف يا جماعة كل سبت ان شاء الله يعني من الساعة السابع الى الثامنة مساء بتبقى مكة البقرمة فكونوا معي دائما في اللايبه طبعا وابدي ان اخذنا منكم يا جماعة تنشروا هذا اللايبه الاكبر قدر من الناس من اصدقائكم ومن اصحابكم ودائما تشاهدوا بستاتنا وتعزبوا منشوراتنا وايضا تابعونا على حسابي الشخصي يا جماعة مهم جدا تابعونا على حسابي الشخصي وخليكم دائما من الهدايا والمفاجآت احنا عندنا مصابقة دعم الحسابات الصغيرة موجودة على الحساب ايضا في عندي يا جماعة كمان مصابقة اخرى اللي جائزة التطوير الشخصي هذه جائزة التطوير الشخصي يعني فيها حيكون اننا فائزين في نهاية الشهر باذن الله تعالى هذه مهم انه يكون احد الفائزين منكم اللي من تابعني في هذا اللايف للاخر يعني انا ان شاء الله بتمنى لكم كل صحة والعافية فيه طبعا شكرا جدا العفو يا روان بث تحفى الله يخليك انت تحفى يعني لمتابعتك لنا على اي شكرا على هذا الغخص لنا شكرا جزيلا يا القارث القاث انا من اشكرك لمتابعة الاخر هذا اللايف اه كتاب جميل يا القاث اقرأ اقرأ يعني كتاب جميل انا قرأت بك مرتين او ثلاثة حتى استوعبت الافكار اللي فيه تمام شكرا لك يا ام اه يا ام امراء شكرا لك يا متابعة شكرا جزيلا وتصبحونا على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة